بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع رئيس معهد التخطيط القومي أشرف العربي سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدورة الذي تقوم به الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجهات الوطنية المختلفة وشركاء التنمية متعدد الأطراف وثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية 2030 وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين المعهد وشركاء التنمية وذلك في ظل الدور الذي يقوم به على مستوى الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية وكذلك دوره كمركز للفكر ونشر الوعي فيما يتعلق بقضايا التخطيط والتنمية وفرص العمل المشترك المحتملة بين معهد التخطيط القومي وشركاء التنمية متعدد الأطراف وثنائيين